كابتن علاء هل شهدت مرحلة المجموعات من وجهة نظرك الفنية مفاجآت؟ مش قوي هي بيه بعض النتائج اللي هي عنصر مفاجآة لكن اللي صعدوا كلهم متوقعين اللي صعدوا متوقعين يعني حضرك بمسلا مجموعاتنا هل كنت تتوقع غير مص الجزر يصعدوا؟ احنا كان معنا السودان ولبنان كان صعب كان صعب السعودية اعلنت من الاول اللي هي رايحة بالفرقة الصغيرة وانتخب الشباب وانتخب الشباب وانتخب الجانته كلها اي تمام طب انت وديتني ان انا اقول لك المجموعات عشان تقول مثلا يعني المجموعة مثلا قولك اللي طلع قطر وعمان كان معهم العرق والبحرين هل ما تعتقد ان عدم صعودة العرق مش مفاجآة؟ يعني اللي طلع قطر وعمان قدام حضرتك في الجداوي قطر وعمان التالت طلع العرق والربع البحرين نقول بحرين مقبول ان هي متبقاش اول او تاني لكن العرق اه لا عمان اه عمان في التوقيت الحالي اقوى اقوى بس وانها دي الاخير في التالت المجموع عمان تقريبا جاي فول تيم طب يبقى دي مفاجأة طب والعرق اللي طلع التالي في فرق ما جايش بالفول تيم يا كابتن في فرق ما جايش بالفول تيم احنا بتتكلم عن الفرق اللي هي جايه مم الاردن جاي فول تيم فول تيم طبعا اه تمام في فرق جايه مشاركة عشان كده كنت اخد بالكلام من كابتن عمان يقول ايه مم لابده بقى بعد كده ادام البطولة عدة رونك جميل جدا لابده من اختيار الوقت المناسب بحيس الفرق كلها تروح فول تيم اه هي دي بقى الموطع بقى ما ده الوقت المناسب خلي بالك عصد الوقت مفيش حاجة يعني هم المحترفين بس اللي مش هيجوا لكن انت بايدك ان انت تودي منتخبتك كابتن بيفرقوا مع الفرق خلينا واقعين المحترفين بيفرقوا مع الفرق بس هو عصد دي بطولة ودية صعب ما مش هيجوا يعني لكن هي ياريت ياريت نختار التوقيت اللي بقى فيه كل برحب ام يعني هتفرق كتير او مع مع المحترفين اه هي هتبقى اقوى من اي حاجة اه طبع بطولة اه اه لكن هي طبع زب حدك تفضلت وقلت بطولة ودية فيعني اه ممكن تتعامل بالا بالا طيب يعني انت شايف انه عدم وصول العراق مهاش مفاجأة لا مهاش مفاجأة من ضمن التمانية خطر هتوصل هتوصل سوريا موريتانيا خلاص اه مقبول لانه تونس الامارات اللي وصلوا تمام المغرب الاردن طب السعودية منتخب شباب وفلسطين مقبول ان هم يخرجوا مع انهم عاملوا ماتشاط حلوة او اقول حضرة كأنا اتفرجت على الاردن وفلسطين من اجمل ببرات البطولة اه الاردن وفلسطين اه. كانت تلاتة واحد لغاية اخر وقت ودخلت وش عارف طلعت ببرة عملت ايه ورجعت خمسة واحد. اه. اه. لا لا ماتش غريب وماتش جميل جدا وفلسوني عملت ماتش هاية. بس طبعا. الخبرة. عندها نقطة واحدة. الخبرات والحاجات دي كلها طبعا بتفرق.